دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بنا جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأهلا ومن سهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأخير في هذا الشهر المبارك شهر رمضان على هذه الشاشة المباركة شاشة الصحة والجمال برنامج هذا ديننا برنامج خصيصا ليعلم الناس دينهم ليبين للناس شعائر ربهم سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فديننا لا بد أن نتعلمه ولا بد أن نتفقه فيه ولا بد أن نعلم كيف نصلي كيف نتوضأ كيف نتطهر كيف نبيع كيف نشتري كيف نتعامل مع زوجاتنا مع أبنائنا مع بناتنا لا بد من هذه الأمور كلها في هذا البرنامج بإذن الله رب العالمين نحاول بقدر استطاعتنا مع غير من العلماء وطلبة العلم أن نبين للناس دينهم اقتداءا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن إن شاء الله رب العالمين في هذه الساعة المباركة معا حتى آذان المغرب وفي انتظار اتصالاتكم على من خلال الأرقام المبينة والموضحة الآن على الشاشة لنتلقى أي استفسار متعلق في دينك في حياتك في كل شأن من شؤونك لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للإجابة عليه نسأل الله رب العالمين لنا جميعا التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير نعود لموضوع حلقتنا اليوم اليوم إحنا يوم 26 رمضان يعني إيه؟ يعني الليلة ليلة الإيه؟ ليلة القدر الليلة بإذن الله رب العالمين كما هو الصحيح من أقوالي وأراء أهل العلم يعني يمكن أن تكون هي ليلة القدر ليلة السابع والعشرين أيًا ما كان الأمر فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأخير بل في الوتر من العشر الأخير بل في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك في ليلة التاسع والعشرين أو السابع والعشرين أو الخامس والعشرين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بموعد ليلة القدر فقال كما روى الإمام البخاري رضوان الله عليه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلانا وفلان فلان صحابي مع فلان آخر من الصحابة حدثت بينهم خصومة ومشاحنة فنسي النبي صلى الله عليه وسلم موعد ليلة القدر أو نسي أن يخبر الصحابة بها أو نساه الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم لعله خير لكم لعله أن يكون خيرا لكم نعم لماذا؟ لأن الليلة إن كانت ليلة السابع والعشرين فقط أو ليلة التاسع والعشرين أو الحادي والعشرين أو الخامس والعشرين لتخاسل الناس يجتهد الناس في تلك الليلة فقط ثم يترك بقية العشر الأخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله خير لكم لعله أن يكون خير وبالفعل هو خير لنا خير لنا لماذا؟ لأننا جميعا نبحث عنها في العشر الأخير كله أيام مباركة ليالي مباركة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عمليا كيف كان يفعل كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير شد مئذرة وأحيى ليلة وأيقظ أهله كناية عن العبادة المستمرة طوال الليلة لماذا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام؟ لماذا تلك الليلة وفضل هذه الليلة عظيم؟ لأن الله عز وجل أراد لها أن تكون كذلك قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فهي ليلة سماها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة مباركة لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن وما هو القرآن؟ القرآن هو نبراس الحياة هنيئاً لمن حفظ القرآن هنيئاً لمن عمل بالقرآن هنيئاً لمن طبق ما جاء بالقرآن هنيئاً لمن نفذ أوامر الله عز وجل في القرآن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فيها في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم أمراً من عندنا إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يُفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم أرأيت كم من الفضاء لهذه الليلة عظيمة في ليلة مباركة أنزل الله عز وجل فيها القرآن يفرق أو يقدر الله عز وجل مقادير الخلائق فيها لمدة عام كاملاً هي ليلة الرحمة فهي ليلة بركة ليلة الرحمة ليلة نزول القرآن ليلة تقدير الأرزاق ليلة قال الله عز وجل فيها سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة العفو كما تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها لما سألت حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أريت أو إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فقال صلى الله عليه وسلم فيها قولي فيها اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا فهي ليلة العفو العفو نعم يعني هل يعفو الله عز وجل عننا نعم لكن متى إن عفونا نحن عن الناس إن قدمت أنت العفو عن عباد الله فسيعفو الله عز وجل عنك يقول الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم في صدر الآية ولا يأتلئ للعزم منكم والسعى أن يؤتوا للقربة واليتامة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحو لماذا يا رب؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنت إن عفوت عفى الله عز وجل عنك إن عفوت غفر الله عز وجل لك إن عفوت تقبل الله عز وجل منك أعمالك نسمع سؤال اتصال من مليكة ونعود إلى حضراتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبرك أهلا سبت الكل فضلي وانت طيبة يا بنت بالله هالك يا شيخ مهم في ناس في واحدة جارتنا مش قادرين تتبع الزكة هي مش قادرين مررتك على الأداء كان حرام ولا حدان مش قادرين تتبع الزكة؟ أه يعني هي مش بيجي لها صدقات من بره يا بنتي؟ لا والله يا شيخ يعني أنتوا مش قاعدين في شارع كده أو في حارة أو في حية أو في قرية والناس تعرف إن دي مسكينة وبودلها صدقات وزكوات وكلام من ده؟ والله يا شيخ ما بترسي لحد اللي بيجي لكو بروبتنا على الدم عشر على كل إن يا مليكة صدقات الفطر وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم كل مسلم ومسلمة كبير أو صغير غني أو فقير يعني إيه يا مليكة؟ يعني هي لو عندها أكلها وشربها ليلة العيد ويوم العيد شوفي يعني عشان بتقوليش فقيرة ومنطرها على قدها لو عندها أكل وشرب في التلاجة يكفيها ليلة العيد ويوم العيد يبقى لازم تطلع الزكاة يا مليكة لأن الزكاة حاجة بسيطة جدا مش كتير الزكاة حتطلع ثلاثة كيلو رز أو تطلع عشرين جنيه يعني أو خمسة عشر جنيه يعني ده الوضع سهل جدا ودي مرة في السنة يا مليكة فلا تعفى عنه بقدر استطاعتها طالما عندها أكلها وشربها ليلة العيد وفضع عندها أي مبلغ تطلعه لو بقع عشرين جنيه تطلعه أقل من عشرين جنيه تطلعه مش هي عينة ولا مريضة ولا كبيرة طالما مش قادرة يا حبيبتي تصلي وهي قعدة ما يجراش حاجة إن شاء الله لكن لو أدرى تصلي الفرض وهي وقفة تصلي مش قادرة يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم تصلي وهي قعدة إن شاء الله ربنا باركلك في ماما وبابا يا بنتي إن شاء الله ويهدينا جميعا ويعلمنا ديننا إنه على كل شيء قدر يبقى يا مليكة اسمعيني بقى من التلفزيون يا حبيبتي زكاة الفطر واجب على كل إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كبير أو صغير غني أو فقير جاهل أو متعلم شرطها إيه؟ شرطها أن يكون عندك أكلك وشربك وأكل عيالك ليلة العيد ويوم العيد وفض منك حاجة الحاجة التي تفيد منك طلعها بس أكيد كلنا عندنا أكتر من كده مهما كانت الأظروف ومهما كانت الأمور أنت بتقول مرتبع على قدها مرتبع على قدها يعني بيفيد عندها فإن شاء الله رب العالمين يعني حتى الفقير اللي بيأخذ صدقات من الناس يطلع من الصدقة اللي بيأخذها دي لكن لابد أن يتصدق لابد أن يتعلم يشوف أفطر منه ويؤديله الصدقة لأن دي إن شاء الله فرضاها النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نلتزم بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يغنينا جميعا ويغنيكم جميعا من فضله إنه على كل شيء قدير نعود أيها الإخوة الكرام إلى ليلة القدر ونسأل الله أن تكون هذه الليلة وأن يوفقنا جميعا للقيام والصلاة والقرآن والذكر والاستغفار وصلة الأرحام وإطعام الطعام والتصدق في هذه الليلة إنه على كل شيء قدير ليلة القدر قال الله عز وجل فيها هي خير من ألف شهر خير من ألف شهر نعم بتعمل إيه ربي فيها قال تنزل الملائكة والروح فيها طوال الليل من أول أذان المغرب حتى طلوع الفجر الصادق يا ربنا بقول تنزل تتنزل الملائكة باستمرار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداد الملائكة في تلك الليلة ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصار ولذلك سميت ليلة القدر يعني التقدير نسمع فريدة ونعود إليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم زي حضرك يا شيخ فضال يا حبيب زي حضرتك الله يبارك فيك فضال كلهم وأنتم بخير وأنتم يا حبيب أنا كنت بس عايز أقول لحضرتك أنا بكرأ الكرآن أنا بعرف أقرأ كل حاجة بس في ناس بيقولوا لي لا ده لي أسلوبه ليه تجويده وما ينفعش فأنا بقول يعني أنا على أدو ربنا عالم يعني فهل أقرأ واستمر يا شيخ ولا إيه بالضبط يعني أنت موظفة ولا ست بيت لا أنا ربك بيت متعلمة ولا مش متعلمة يعني على حد يعني مترس طيب أنت بقدر استطاعاتك اعملي إنك لو قادر تشوف واحدة ستة جرتك كده شيخ طبعا كتير كده والمشيخ البنات بحفظ القرآن والستات في البيوت وطبعا الجوامع دلوقتي مقفولة لكن أنت إذا عايزة حد يعلم القرآن تجيب ليك تجيب لي وحدة تعلميها إذا كنت عادة تحفظي بالأحكام ومش ملزمين كلنا أن نحن نحفظ الأحكام ونحفظ الإيه لكن إحنا ملزمين أن نحن نتلو تلاوة صحيحة فأنت بقدر استطاعتك قادر حد يعلمك كان بي مش قادر يبقى على قدر ما تستطيعين لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقال الماهد بالقرآن مع السفرة الكرام البررة تب والذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شخص زي حالاتك كده يا فريدة اللي مش عارف تقري كويس كلام من ده فقال صلى الله عليه وسلم له أجران ليك أجر الطراءة وليك أجر المحاولة في التعب فأنت لو كنت عايزة تحفظي أو عايزة تتعلمي كويس وجارتك واحدة أو تعرفي واحدة من صحباتك من المشايخ بتوع الأزهر البنات خديجة الأزهر يعلموا القرآن تعمل ما كان شيء يبقى بقدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها فربنا يتقبل منك يخليك حديث على القرآن لكن بقدر بتستطيعي إنك إيه تحاولي تعلمه ربنا يبارك فيك ويتقبل منك إنه على كل شيء قدير في سؤال تاني شكرا يا فريدة يلا نعود إذن لهذه الليلة المباركة التي سماها العلماء بليلة القدر يعني التقدير يعني كما قال الله سبحانه وتعالى التقدير اللي هو الضيق لأن الله سبحانه وتعالى فمن قدر عليه بسقة فمن قدر فمن ضاق عليه بسقة فالتقدير معناه الضيق فقال بعض العلماء إن الأرض تضيق على سكانها من كثرة تنزل الملائكة وجبريل شوفي أخي الكريم لما الله سبحانه وتعالى يقول لك إن طول الليل الملائكة بتنزل وجبريل عليه السلام أمين الوحي بينزل أنت عايز يشوفك وانت بتعمل إيه بالله عليك لو أنت عارف إن الملائكة طوال الليل بتنزل بتنزل الأرض وبتنقل صورتك إلى رب العالمين سبحانه وهو أعلم وأدرى بك لكن أنت عايز ينقلوا عنك الصورة إيه نسمع أم مصطفى نعود سلام عليكم يا أم مصطفى سلام عليكم عليكم السلامة الله أيوة يا أم فضلك الشيخ وانكم نسألك سؤال تحت أمرك فضالي أسأل الأول أني أنا كنت تعبانة كان عندي كورونا أم مصطفى ولسه يعني بأخذ علاج دلوقتي يعني أنا خصيتي كويس لسه بأخذ علاج نسأل الله أني أعجل بشفائك ربنا يشفيك يا رب العالمين أنتو كل مريض نعم بس ظروفي على كدها يعني فأسكيت تعالتها من قرائب يعني رنتها لهم وقلت لهم لو ما طلعتوش الزكاء في واحدة هتعمل عملية بل منها فتوس هاتو خندها بضمار فجبوها لي وأخذتها عنه هايز أشوف يعني حرام ولا حلال بس عشان أجيب العلاج يعني وذرك على كدها السؤال الثاني أن أنا أول ما أجمسك المصحف وأقرأ القرآن بقعد التوب بالتوب لغاية ما الدموع بتنزل على المصحف يتبلي فعايز أعرسي يعني طيب ماشي يا سبت الكل مسمعين يا أم مصطفى يعني أنت خدت الفلوس من خليك معايا خدت الفلوس من أصحابك قلت لهم في واحدة بتعمل عملية وانت خدت من يوم الزكاة؟ أيوة قلت له واحدة تعمل عملية باللي منها فلوس هنا وأخذتها عشان يجب بها علاج عشان تجيب بها علاج وانت فقيرة مش لاقيها حاجة خلص يا أم مصطفى؟ يعني جوزي شغال في العمالة بس سكنين بالإيجار وإيجار غالي وأنا كدها الظروف يعني يعني فقيرة فقيرة مش لاقيها ولا فيها أفقر منك جنبك؟ لأ ما أنا يعني سكنة صلى الله بكدير اللي حلسة على كده على كل إن يا أم مصطفى على كل إن إسمعيني من التلفزيين يا بنتي أم مصطفى طبعا ظروفها على قدها وكانت عيانة وعايزة تجيب علاج فقالت لصحابها أو جيرانها إن عندها واحدة عيانة بتعمل عملية ويعايزين لها زكاة فأعطوها أموال الزكاة أولا أموال الزكاة ما تنفعش للعملية أدي أول حاجة زكاة الفطر بالذات ما تنفعش للعملية ولا تنفع لجامع ولا تنفع لمدرسة ولا تنفع لأي حاجة ده رأيي أنا زكاة الفطر للمسكين والفقير ليأكل بها قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم دي بالنسبة لزكاة الفطر زكاة المال ينفع لكده ولكده ولكده ومجالها واسع زكاة المال لها صدقات تانية أو المستشفيات والعمليات والعلاج له صدقات تانية لكن زكاة الفطر يا جماعة زكاة الفطر للطعام والشراب للطعام والشراب للفقراء يوم العيد وليلة العيد وأيام العيد قال صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم ما ينفعش أنا أخذ زكاة الفطر أحطها في مستشفى ما ينفعش أحط زكاة الفطر في جامع ما ينفعش أحط زكاة الفطر في مدرسة أو في مستشفى أو في معهد ما ينفعش ليه؟ لأن زكاة الفطر دي للطعام والشراب إما اطلعها حبوب قمح أو رز أو بلح أو فصلية أو ما إلى ذلك وإما اطلعها فلوس لكن هي في الأول وفي الأخير للفقراء للطعام والشراب دي واحدة فأم مصطفى كذبت على الناس قد تلقهم أنه واحدة هل هو من باب الحياء أو من باب إيه فربنا يسمحك ويتوب عليك يا رب العالمين لكن الصدق في الأمور دي أم مصطفى مطلوب الصدق مطلوب لو قلت لهم أنا عيانة ومعيش فلوس وفقيرة وعايزة أجيب دواء وديه صدقاتك كان أحسن وحيددولك نعم فأدي حاجة فربنا يعفو عنك ويغفر لك إن شاء الله ويشفيك ويرفع البلاءة والوباءة عن الجميع نشوف الاتصال ونعود إليكم إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم إزاك يا حبيب تتفضلي ربنا يكرمنا يا رب العالمين عندك سؤال تاني ولا حاجة ربنا يا رب العالمين وإنتوا افتكروننا برضو بالدعاء ندعو لكم وندعو لبعض إن شاء الله وربنا يتقبل مننا ومنكم وإن شاء الله رب العالمين شكرا 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 يا حبيب عليكم السلامة وبركاته نعود لأم مصطفى أم مصطفى أنت طبعا ربنا أعلم بظروفك لكن أنت كان مفروض تبقي صدقة معاهم ولو ما فيش أي مشكلة لو قلت لجرالك إن أنا عيانة وإن أنا ممعيشي وظروفي مش قادر أجيب الدواء وعايزة الزكاة ما جراش حاجة خالص إذا كافل الناس أهلية مع بعض لكن أسلوبك ده يعني ربنا يعفو عنك إن شاء الله أدي حاجة الحاجة التانية أنت بتقولي بتقري القرآن لما تفتح المصحب بتعودة التوبي والدموع بتنزل يعني أنت محسودة لا مش محسودة يعني الحسد والكلام ده إيه لو أنت محسودة إرئي نفسك كده بنفسك اقرأي قلوا عوزة رب الفلق وقلوا والله أحد قلوا أعوزة رب الناس يعني قلوا والله أحد للمعازتين آية الكرسم الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموضوع يمكن الشيطان هو لا إيه مش عايزك تقري قرآن الشيطان مش عايزك تقربي للقرآن مش عايزك تقربي منه سبحانه وتعالى فعشان كده إيه استعيذي بالله عز وجل من الشيطان واقرأي القرآن إقرأي ودو مع القرآن ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بآية نقرأها أو بكلمة نقرأها جزاك الله خير وربنا يتقبل منا جميعا أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع ليلة القتر ما زلنا مع ليلة البركة ما زلنا مع ليلة العفو والغفران فليعفو وليصفحو لماذا؟ لأنك ستدعو الله وتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا ندعو ذلك هل يستجيب الله سبحانه وتعالى لنا ونحن لا نعفو عن الناس؟ يعني باختصار شديد كده أنت عندك مظلمة لغيرك أنت غيرك يعني عمل فيك أمر من الأمور ما انتش راضي السامح ما انتش راضي تصفح مش راضي تعفو هل أنت مش تعفو عن الناس وتريد من الله أن يعفو عنك؟ هل أنت لا تصفح عن الناس وتريد من الله أن يصفح عنك؟ هل أنت لا تغفر للناس وتريد من الله أن يغفر لك؟ الأول لابد أن نقدم أنت لو علمت كيف نزلت ولمن وفيما نزلت هذه الآية وليعفو وليصفحو لتعجبت نزلت في أبو بكر رضوان الله عليه لما أشيعت حادثة الإف وكان ممن خاضوا وقالوا وتكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة بدأ أبو بكر رضوان الله عليها أحد أقرباء أبو بكر رضوان الله عليه قريب لأبو بكر وفقير وكان أبو بكر رضوان الله عليه يتولى الإنفاق عليه ينفق عليه يعطيه طعام وشراب وكساء وغيرها وغيرها ومع ذلك يتكلم في عرضه ومع ذلك أبو بكر يعني الحالة الإنسانية النفس البشرية أخذته فمنع عنه الصدقة والإنفاق ده بيحدث معنا مع البشر أنا عمال أتقرب إليك وعمال أنفق عليك وعمال أتصدق عليك وعمال أعطيك ومش يعني مش بيخلي وراي حاجة وانت تقابل ذلك كله بالنكران وبالسب وباللعن وبالغيبة والنميمة والكلام في عرضي طب أنا حمنع فمنع أبو بكر أن ينفق على مصطح أو على هذا الصحابي صحابي وتكلم في عرض أم الممين نعم كلنا مخطؤون لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء فلما منعه الصدقة لما منعه ما كان يعني قد تعود أن ينفق عليه به نزل قول الله عز وجل ولا يأتلئ للفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة والمساكين واليعفو واليصفحو نسبع أمم محمد من الأقصر ونعود إليكم سلام عليكم عليكم السلامة والبركاتة أزاك يا أمم الشيخ أزاك يا أمم محمد فضلي بقول لك يا فابلتي الشيخ أنا إن شاء الله الدورة الشهريها تجيني بكرة فأنا أخي جبت برشاب من الحمل عشان أخيره عشان نصوم بلد باب الشهر يعني هل الحلال والحراب والله الموضوع ده موضوع بعد كثرة يا أمم محمد إحنا دي شيء الله سبحانه وتعالى فرضى وقدره عليكم وعلى نساء بني آدم فربنا اللي قدر وربنا اللي عمل الكلام ده وربنا عارف إنه حييجي شهر رمضان والصومي وحتنزل عليك العادة الشهرية أو الدورة الشهرية أو ما يحدث للنساء وتفطري وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا إن هذا أمر طبيعي يعني في وقت الدورة افطري ودعي عنك الصلاة والصيام بعد كده بعد أن تتطهري اقضي ما عليك من صيام ودعي ما عليك من صلاة فالأمر سهل إحنا ليه يعني منجيب الأزل لأنفسنا ليه أنت بتجيب الأزل لنفسك ممكن الحؤن دي أو الدوة دا أو العلاج دا ممكن يتسبب في لخبطة وفي يعني مشكلات في الدورة الشهرية في الدورة الدمومة بتاعتك وتحصل ألام ويحصل مرض لك طب ليه ما تخليك كده هو أنت ولا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنت ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات دا أمر طبيعي فأنا بقول دايما للبناتنا وإخوتنا وإمهاتنا وزوجتنا خل الأمر طبيعي دا شيء ربنا فرضوا ربنا قدروا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم وجد لكم حل وبعدين يعني من كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لأن نسمع أم مصطفى نعود إليك إن شاء الله سلام عليكم أم مصطفى السلام عليكم عليكم السلامة الله بأقلك يا شيخ هو أنا كنت مخطوبة قبل كده قبل أن نتدوق وبعدين محصلتش نصيب وانفصلت إيه غزن عني جبالي فهو أنا أحمد دا نصيب يعني إيه نتعلقه جدا 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 وبعد كده إيه محصلتش نصيب وانفصلت عنه بس أنا بعد ما أتجوزت هو بقى زي أخويا بس أنا برضو كده بكلمه على علاقة دي بس ما بيش أي كلام خارج بينا ولا أي حاجة بس كل الحاجة من إحنا فهمين بعد وابنتكلم في مواضيع عادية هو عملت يوم وانا عملت يحيين دا هل أنا كده عليكم؟ طبعا عليك الزنب كبير بس أنا ما بيش خلاص ما بقاش في أي نشاء يا بنتي يا بنتي أنت سبتي أو هو سابق أو غصب عنك أو غصبا عنه دا إرادة ربنا أنه ملكيش نصيب فيه لكن أنت الوقت أصبحت على زمت راجل جوزك فين دلوقتي في الشغل مش كده؟ آه أيضا يعني جوزك يروح الشغل وانت تتكلمي أحمد مش كده؟ لا 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 دا كلام مثلا من كل الناس دا أخوكي ما بيش حاجة اسمعين يا بنتي اسمعين عشان المصائب المصائب كلها بتحصل من كده ما بيش حاجة اسمها زي أخويا وزي أختي في واحد كنت خطبا بتتكلمي بتتكلمه كلام عادي الوقتي بعد كده عتخشه أنت فاكر لما كنت قاعدين فين؟ فاكر لما تفسحنا فين؟ فاكر لما مسكت إيدي مش عارف فين؟ فاكر لما إيه يا أحمد؟ والشيطان يبدأ يتدخل بينكو لغاية ما تكرهي جوزك أو لغاية ما تقع الفحشة بيكي أو لغاية ما تتمسكي وتتفضحي وتفضحي جوزك وتفضحي أبوكي تفضحي عيلتك تفضحي بلدك تب ليه الكلام ده؟ كنت تجوزي من أول كنت تجوزي أنت سبتين ما فيش حاجة اسمها غصبا عني ما فيش حاجة اسمها أنا سبته غصبا عني وهو سبت غصبا عني لو عايزك ينخدك فاسيبك من شغل العيال ده أنت لوقتي متجوزة وعلى زمت راجل اسمعيني يا بنتي أنت زي بنتي أنت زي بنتي اسمعيني اسمعيني واحد كنت مخطوباله وما حصلش نصيب خلاص تتقطع علاقتي به مطلقا حتى لو قريبي حتى لو جاري لأن دي أنت مرأة مسلمة مسؤولة عن بيت وعن راجل شقيان وتعبان وعن ما ليشتغل عشانك ومتطمن أنك قعدة ما ينفعش بقى تكلمي أحمد اللي كان خطبك قبل كده أو غير أحمد أو أي حد من قريبك ما ينفعش لابد تصوني هذا البيت تصوني كرامة هذا الرجل تبتعدي عن الكلام اللي ممكن يجرك للشيطان والشيطان يوقع بينكم الفحشاء وبعد كده تلاقي نفسك وقع في مصيبة بعد كده تلاقي أحمد سجلي الكلام ما تضمنش أحمد لأن لو ضمنك لو ضمناك أنخدك لكن ممكن يسجلك مكالمة وقولك يا ترتكب معايا الفحشة يا أزيع ممكن يقع معاك في مكان مصورك تقولك يا أزيع على النت يا تعملي معايا الفحشة ابتعدي يا بنت عن الكلام ده بلا أحمد بلا محمد أنت لو ليك نصيفي كنت تختيه أما وأن قد انقطع الأمر بينك وبينه وبقت متجوزة اتقل لا في جوزك وإلا تطلق من جوزك ورجع إلى أحمد عايزة أنت تطلق من جوزك تقولي له يقولي له كده يا أبو مصطفى أنا لوقت ما قدس عايزك أنا عايزة أحمد حبيبي اللي أنا متعلق بي قوي واللي كنت بحبه قوي طلعني عشان أرجع له طبعا أحمد حيرفض أحمد مستحيل ياخذك بعد كده فأحمد بيتحك عليك اتقل لا في نفسك اتقل لا في أولادك اتقل لا في بيتك اتقل لا في أبوك في أقوك ما ينفعش كده يا بنتي والكلام لك بكل واحدة تسمعني دلوقتي الشيطان يبدأ مكلمة بالتليفون أيوة أخبركم بإيه زي أخويا وزي أختي بعد كده تتدخل الأمور بعد كده نقع في مصايب وإحنا بنقع في أعادات عرفية ملاوي كتير بتحصل بسبب التليفون ده فأنت يا بنتي ربنا يهديك يا رب العالمين ويبعد عنك أحمد وشيطان أحمد لأن أحمد شيطان لو مش شيطان ما كانش تكلمك وانت متجوزة ما وكانت كنت قدام وقبل ما تتجوزين مش تجوزك ليه ابعيد عن أحمد اقطيع لأختك بأحمد يا إما تتطلق من جوزك وترجع لأحمد وبقولك في الحالة دي أحمد مش هتجوزك عشان أحمد وأمثال أحمد بيلعبوا بالناس ويلعوب بشعر البنات فاتقل الله في نفسك وفي بيتك وفي أبوك وفي أخوك وكرر لأنك زي بنتي أو زي أخت صغيرة ما ينفعش أن نحن نمشي وراء الشيطان لغاية منوع في مصايب كبيرة ربنا يسترك ويستر بناتنا وأولادنا ويستر جبيع المسلمين وغير المسلمين إنه على كل شيء قدير فيا بنتي اقطع علاقتك بأحمد نهائي نهائي قول الشيخ قال لي اقطع علاقتك به نهائي لأنك شيطان لأنك لو مش شيطان كنت تجوزتني كلمة ونص أنا ما عنديش حاجة كده والله عز وجل على ما أقوله شهيد نعودوا إلى سؤال أختنا اللي بتقول أنا خدت حبوب عشان أقفل الدورة عشان بعد رمضان أو لا يا بنتي الكلام ده ما ينفعش ليه لأنك هتصومي في رمضان وربنا ادالك عزر ربنا اداني أنا مريض عزر اداني أنا مسافر عزر فما ينفعش الكلام ده أما وإنك عملتيه مش مشكلة وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا جميعا نسمع الاتصال من مين علو السلام عليكم أمو برهيم منين يا أمو برهيم من الآشر يا أهل المساهل تضلي بص يا أمو يا شيخ تضلي بص أنا معزينة طبعا أنا عازة أطلع للزكاعة ونجيزة جسين أطلع للزكاة أطلع للزكاة دي أنا ما سمعتش تاني بالرواحة كده جوزي مسهول وهنفع أطلع للزكاة من اللي زكاة بتأكل بي أه طبعا لازم تطلع عليه أطلع له مثلا زي ما زي حلي زيك زي زيك زي زي ابنك زي ماشي يا ستر كل الزكاة زي ما الناس ألوها كده يعني إيه يعني ثلاثة كيلوروز اتنين كل فصولية وعشرين جنيه يعني بقدر استطاعتك إن شاء الله شكرا شكرا نعود إن شاء الله إلى ليلة القدر وبصراحة من مصطفى نرفيزتني لأن احنا بنقعد في أعداد عرفية بنشوف مشاكل كده زي دي ييجي الواحد أنا ظروف مش سامحة ومعلش يا بنتي ويأختي وأنا ومش بييدي طب أنت سبتها ليه ما كانت قدامك كنت خطبها فبعد بعد تجوز بعد ما تتجوز يبتدي يكلمها قالوا أنت أختي أنت جارتي أنت حبيبتي أنت 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 لغاية ما تقع لإيه الفس في الرز ما بقوله لغاية يا إما يسجل لها يا إما جوزة يخش عليها يقتلها أو تقتلوا ما صيبت بتحصل من الكلام ده ومال إيه بسبب التليفون فربنا يهدينا جميعا ويعني يا ربي يحفظ أعراضنا جميعا إنه على كل شيء قدير نسمع أمم محمد من الفيوم أمم محمد وأنا عوده إليك سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام أعطي الله أعطي الله أعطي الله أعطي الله أفضل أنا صلحت الزكا يعني زكاية وزكا ولادي صلحت لحد بس معي ماشي ماشي السؤال الثاني والسؤال الثاني أنا كده الضورة علي يعني جاتي 7 أيام وشتغل الثاني أنا بقى أنا 11 يوم أسوق وصل لي ونعمل آه طيب خليك معايا الوقت أنت مش أنت محددة لك أيام معينة في الشهر كل شهر خمسة أيام سبعة أيام يومين ثلاثة أنت مش عارفة معادك إمتى بيجي إمتى وانتهي إمتى سبعة أيام ممكن سبعة وممكن تسعة ممكن سبعة وممكن تسعة لا سبعة أيام بس سبعة أيام بس طب خلال السبعة أيام بس تفطري فيهم وتترك الصلة فيهم ماشي وبعد كده طالما أنت وجدت الخصعة الصفرة يعني الدم اللي هو مش طبيعي خلاص بقى مش دم وبعد السبعة أيام خلاص أنت إيه آه الطهاري طيب في حاجات بتنزل أو دم بينزل تاني ده مش خير ده أنت اتوضي وتحفظي بس اتوضي في كل وقت لصلاة آه وضوء يعني الوضوء بفرض واحد قبل معاك كده ساعة الأذان تدخلي تتوضي وتتهاري وإيه وتتحفظي وتصلي ولكن تصومي برضو عادي ما فيش أي مشاكل طالما دي إيه طالما دي مش عادتك إن كانت عادتك هما السبعة أيام بل بعد السبعة أيام طالما انقطع الدم وإنت عارف إنه تقطع والعلامات ظهرت بعد كده ده اسمه دم استحاضة دم مرض فأنت تتصلي بدكتور كده ولا حاجة وتقولي له لكن ده ما يفطرش وما يخليك تتركي الصلاة صلي عادي صلي عادي وصومي عادي بس توضي في كل فرض عندي الفرض تتوضي وتبرضو يتحفظي بس أنا بنصحك إنك تتصل بدكتورة كده ولا حاجة تقولي لها فيه واحدة اثنين ثلاثة يمكن فيه حاجة في الرحم يمكن إيه نسأل الله أن يشفيك جميعا ويشفي جميع أمراضنا إنه على كل شيء قادر إذن طالما انت لكي معاد معين عرفاه هو ده المعاد اللي بتتركي فيه الصلاة واللي بتفطري فيه بعد كده بصومي عادي والصلي عادي لكن بتتوضي عند الفرض عند كل فرض تتوضي لكل فرض وضوء واحد شفاك الله عز وجل وتقبل الله عز وجل مننا ومنك إنك على كل شيء قدير نعود أيها الإخوة الكرام إلى أختنا اللي كانت بتاخد العلاج عشان تأخر الدورة وإحنا ما زلنا طبعا يعني ما فيش حرج في الدين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يعني اسأل بدل ما تعبد ربك على جهالة اسأل بدل ما تعبد ربك في شيء وإنت مش عارف ربما تقع في خطأ أو كلام من ده فأنت يا أختي يا اللي بتاخد حبوب أنا نصيحتي لك ولغيرك بلاش تاخد الحبوب وخلي الأمر عادي لأن الصيام لك في رمضان زي غير رمضان أنت حتقضي بعد رمضان حتقضي بدل اليوم يوم وربنا يتقبل منك نسمع أم عبد الرحمن من أسوان السلام عليكم عليكم السلام إزايك أم عبد الرحمن تفضلي أبوحك أنا عايز أقول لها يعني لازم تنسي دي عشان فقد طيب ممكن يا أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن أممكن واحدة واحدة جده من أول جده أنا عايز أقول لها أنت باية تنسي خارس من حياتك واحدة جدت كده جاء على غتلة وليجي رقم ورح بل بلامة رح تتكتل وأنا عايز أقول لها وخليك القرب أنا هيعود إن شاء الله طيب أنا تقريبا كده واحدة بتكلم واحد وجوزها شافت تليفون وإنت بقى عايزة تلصيحة مش كده ماشي شكرا يا أم عبد الرحمن شكرا يا أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن جزاها الله خير بتقول إن في واحدة زميلتها ما دي المصايب اللي احنا بتكلم فيها جماعة دي المصايب بتاعتم أمم الصفا اللي بتقول أحمد بيكلمني زي أخويا وأنا مش قادرة أنساها وكده فهي بتكلم واحد طيب ما ينفعش يا بنتي يبقى جوزك مسافر عشان يعملك بيت ويربيك ويربي أولادك وينفق عليك أو شغال وطلع طلعان عينه طول النهار من الصبح اللي بالليل أو 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 وانت رد الجميل ليه إنك تكلمي بالتليفون فلان وإلان ويدحك عليك وطبعا ولاد الحرام كتير وشياطير الإنس كتير شياطير الإنس كتير بيتحكوا آه دي جوزها مسافر أم كلمة دي جوزها شغال أم كلمة دي مش عارب إيه فحرام حرام عليك اتقل لها أولا في جوزك اتقل لها في زوجك اتقل لها في نفسك اتقل لها في أبنائك خافي من الله سبحانه وتعالى نسمع أم محمد من الفيوم ونعوده نكمل السلام عليكم زكي طيب العمر طيب أنت طيب يا أم محمد لسا ما اتتتقى أنا أعلمت أني بفرق بفرق حدا أنت إيه محمد بفرق حرات المستشف آه وبقول لي بيقول لي بتفرق آي يا ماما بقول لي بفرق آي على راحبوك وأبوي أنا متوفر فان دلوقتي بيسأل أفرق يعني أحل في المستشف ولا فرق في صعد ناس هنا ولا فرق أقول لعمل آه ولا فرق محمد صدقة أنا صلح صدقة بفرق صدقة آه يعني جوزك بتوفي بتطلع عليه صدقة بفرق حتى بحرق في الحلم بقى بشوف أفرق في المستشف بتشوفيه في الحلم أنا تفرق في أكل في المستشف أنت بتفرق في المستشف أكل في الحلم أكل في الحلم طب والله يا محمد معليش أنا وليش في الأحلام خلص معليش هو ده يمكن بس إن رجل بقول لك طلعه صدقة علي فأنت طالما جوزك متوفي يعني أنت طلعي أي صدقة عليه ويمكن ده تفسير الحلم والله عز وجل أعلم لكن أنا معرفش في الأحلام يا أمه أحمد لكن أنت طلعي طالما إذا أدر في الأيام المفترجة دي تطلعي أي صدقة على روحه لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلها منك ويرضى الله عز وجل عنك وعن زوجك شوف الفقراء بجوارك يا أمه أحمد وطلع عليهم صدقة والله عز وجل أعلم لكن أنا معنديش تفسير لأحلام بصراحة أختنا اللي من أسوان بتقول إن واحدة جارتها بتكلم واحد وبعدين دخل جزة لا رقم بتكلم مين ما بتكلمش مين حالفت ما حلفتش كلام من ده فأيا كان الأمر ربنا عدها على خير وإنت يا أمه أحمد الرحمن جزاك الله خير أنت بتنصحيها انصحيها وانصحي نفسك وانصحينا جميعا وكلنا ننصح بعض نتناصح ونتواصح بالخير ما ينفعش أكون شايفة جارتي بتعمل منكر واسبها لا لابد إن أنا أنصحها جزاك الله عز وجل خيرا وأنا بقول لكل واحدة اتقل لها في نفسك وفي أولادك وفي أهلك ما ينفعش تحطي رأبة أو رأس والدك وعيلتك كلها في التراب عشان واحد يكلمك كلمتين وبعد كده يضحك عليكي أو بعد كده يصورك زي ما بنشوف على السوشيال ميديا وزي ما بنشوف من فضايح فضايحه ومشاكل كتيرة جدا بتحصل بسبب إيه يستجردها الأول يقعد يضحك عليها بكلمة بكلمتين لغاية ما ياخدها في مكان أو 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 ويسجل لها ويصور لها بعد كده يحط السكينة على قرابتها يا إما تستجيب لابتزازه إن كان عايز منها الفحشة أو كان عايز منها فلوس وإلا حينشر وفي الآخر بتتفضح فليه ربنا سبحانه وتعالى كرمك ربنا رزقك بزوج حفظ عليه وربنا سبحانه وتعالى يسترنا جميعا إنه على كل شيء قدير نسمع ملك من المنصورة ونعود إليكم السلام عليكم عليكم السلام ملك عليكم السلام عليكم السلام عليكم سمعت حدثك أنا وزينة وهي مش بتعرف إيه ولا بتعرف تكتب فهي حدثت وراء الشيخ في الرابي اللي عيش أو في التراوي بتصلي وراء الشيخ بتمسك المصحب إيه آه وراء الشيخ في الرابي بتصلي بتقرأ اللي هي عارف بس بتشاول بيضيح كده في المصحب أو الشيخ بيصلي وهي مفعتها المصحب بتقرأ وراء ولا بتصلي وراء ما ينفعش ما ينفعش عدد يا بنت ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تصلي إلا وراء الشيخ صلي بها إنت إنت تعرفت إيه وملك صلي إنت إمام بولدتك والصلاة تنفع لكن ما ينفعش تصلي وراء الشيخ في التلفزيون ولا وراء الشيخ في الراديو ولا وراء الشيخ اللي في الجامع اللي جارك أنت قاعدة في بيتك وسمع الميكروفون ما ينفعش يا حبيبتي وبعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي الصلي بقدر المستطاع تقرى الفتحة وخلاص ما ينفعش تمشي ورا الشيخ عايزة تفتح هي المصحف وتقرى الصلي لوحدها تنوي لوحدها ما تسمعش الشيخ ما أنت بتقول ورا الشيخ يا ملك طب ما أنا بسألك أنا بسألك الشيخ بيقرأ وهي مسك المصحف بتقرأ وراه مش كده من غير صلاة من غير صلاة وهي مش في الصلاة يا ملك اسمعيني اسمعيني الشيخ بيقرأ في الصلاة وهي مسك المصحف بتقرأ وهي قعدة كده ما فيش مشاكل لكن الشيخ بيقرأ في الصلاة وهي تنوي الشيخ يقول الله أكبر وهي في بيتها تقول الله أكبر وراه ما ينفعش يا ملك يبقى إذن ما ينفعش الصلي ورا الشيخ اللي في التلفزيون لكن ينفع تقرأ القرآن ورا الشيخ اللي في التلفزيون ماشي قعدة كده في البيت وعايزة تقرأ القرآن وتتعلم تفتح المصحف على الصورة اللي الشيخ بيقرأ فيها وهي أعدى من غير ما الصلي ده ما فيش مشاكل فيه خالص إنها بتقرأ وتتعلم لكن تنوي وراء الشيخ والصلي ما ينفعش يا ملك فأنت هي ما بتعرفش تقرأ أنت صلي بها إمام ما بتعرفش يبقى الصلي بيقوله والله أحد تصلي بأي صورة عرفها وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منها إنه على كل شيء قدير وزي ما قلنا دائما ربنا بقول إيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا يتقبل منا جميعا ويهدينا جميعا لما فيه الخير إنه على كل شيء قدير أنتهي من سؤال أختنا اللي كانت بتقول أنا عايزة انصحها انصحيها لله سبحانه وتعالى وقولي كده ربنا سترك بعد كده هتبقى فيه فضيحة كبيرة وما ينفعش لأن البيوت بتخرب البيوت بتخرب فنسأل الله رب العالمين أن يسترنا جميعا نسمع مين من الأقصر يا رجب سلام عليكم عم رجب سلام عليكم عليكم السلام أحمد الله وبركاته كل سنة هم طيبين وهمت طيبين هم لكسر وهمت طيبين هم شاهدينك وشاهدين دخيط علينا وعلقنا يا رب وعلى أمة الإسلامية اللهم أمين يا رب عم رجب رب ناشير الغمة إن شاء الله من جميع العالم أسير اللهم أمين يا رب العالمين فضل عبر رجب نسبة يا سيخة نشتري هت سلعة من واحد تهجر جملة طيب الجبعة اتفاجنا بمبلغ وحضينه مبلغ خلال 24 ساعة بعد الفلود طيب أتفاجنا معزة بعد الفلود يا جل والله الحاجة بعتها أنا أحضيك المبلغ بتاعك وحضيك حاجة عليك زين قلت له لا أنا مجددش أخد حاجة للمجال فأسهل حاج فإيه رجب سيخ هو ربنا يبارك فيك يا عم الحج رجب أنه يزيدك حرص على الدين لكن هو ربنا يسمح هو ربنا يسمحه لأنه هو رجل مش تاجر مش صدوق مش أمين هو طمع طمع أنا أقول لك هو مش أمين وربنا سبحانه وتعالى لا يبارك ولن يبارك للخائنين لا يعتبر خانق لا ما تاخدش حاجة الحمد لله بنيا ربنا بالحلال ربنا عوضك خير ربنا عوضك خير وهو ربنا سبحانه وتعالى يسمحه لأن التجارة يا عم رجب العافع من حاج العافع من جيدك الله خير وربنا بريك لك إن شاء الله ربنا عوضك خير ربنا عوضك خير لكن أنت مش من حقك لأن طالما أنت ما دفعتش تمني البضاعة ما نقلتش البضاعة عندك ما حطتش البضاعة ما بعتهاش أنت فهي البضاعة على حسابه هو وهو بحف ربنا يغنيك وهو رجل خانك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفوا عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ينزل التاجر الصدوق منزلة النبيين والشهداء في الجنة مش من شوية التاجر الصدوق إيه هو الصدوق اللي بيبين اللعيب اللي في السلعة اللي بيتقل له في الكلمة اللي بيقولها اللي بيقف عند كلمته اللي بيرطبط من لسانه بالكلمة هو ده التاجر الصدوق اللي بيبين للناس مش بيغش الناس لكن ده اتفق معك إن أنت السلعة بتاعتك وخلال 24 ساعة هتجيب له فلوس كان مفروض هو ده العقد هو ده العقد مش شرط العقد بأكتابة العقد بإيه بالإجاب والقبول أنت عندك من القبول ومنك الإجاب فكده تم البعقة لكن هو خانك فربنا سبحانه وتعالى سامحه وإنت كويس أني مخدتش منه حاجة ربنا يعوض عليك إن شاء الله إنه على كل شيء قدير المسلمة من اسمه عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته الله يبرك فيك يا بنت وحضرك طيبة بعدين حضرتك أنا زوجة تانية للجوز يعني كده وبعدين هو تم تجاوز يعني ربنا يعافينا وربنا يرحمنا برحمة وأنا اتلمت عليها بما فيها يعني ما أخطأت فأخطأت في إن أنا أتكلمت عليها أنا عايزة أكفر عن الكلام اللي أنا قلته عليها إن أنا عملت خيار كتير فأنا اتكلمت عليها بوشته مش كوي طيب فيه سؤال تاني فيه سؤال تاني يا سلمة سؤال تاني ولا ما هس ده هوا لسه متجاوزها ولا طلقها لا هو طلقها بس هي معاي مواقف مش كويسة وأنا اتكلمت عليها بوشته مش كويسة يعني أنت كنت السبب إنه طلقها يا سلمة أو يكون أنت السبب إنه خليت طلقها لا لا خالص طيب ربنا هي رفضت طيب ما يجراش حاجة يا بنتي الأولا الزواج مرة تانية ومرة تالتة ومرة ربعة مش أي مشاكل الشرع يعني ليس في حرج وليس في عيب شكرا شكرا يا سلمة اسمعين يا بنتي الناس للأسف الشديد بتاخد الجواز يعني واحد الجوز واحدة تانية أكد انه ارتكب جريمة وده مش كده تربيني سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا إنه ده من شرعه والله سبحانه وتعالى فمن لم يستطع فواحده لكن قبل كده إيه مثنى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني ده شرع الله سبحانه وتعالى لكن بشروط طبعا بيّنها العلماء وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعدل بينهم إن يكون مقتدر يعني جسديا وماديا ووا ووا لكن إذا تجوز ما فيش أي مشكلة لكن أنت اخطأت في حقها في حقها وهي اتطلقت فعايدت يعني اتكفري عن زنبك أنت لو أكيد معاك تليفونها معتلها رسالتين ثلاثة علمات من جار كده أقول لها أنا أسفة أنا اتكلمت بحقك سامحيني يعني اعفي عني لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وبس كده ما فيش أكتر من كده يا بنتي نسمع أم محمد من إسكندرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندكم السلام إزاي حضرتك الله يبارك فيك تفضل والله أنا عندي أخطأ بس عن سؤالي تفضل أنا عندي والدي عندي والديك متوفية وعندي والدي مربوضة على وصف الدنيا بس هو شيء معي فلوس واحدة واحدة والديتك متوفية أيوة وبنتك مخطوبة لأ والدي عايش يعني موجود فأنا بالرأتي والدي شايل معي فلوس بتاعته هو بتاعته هو طي فهو قال لي قال لي الفريزي تل من عايش الفريزي أنا وينتي نفس منها طي بعد ساعته قال لي الفريزي تبقى من حاقت ماشي هل كده أنا لو الفريزي أنا كده أعتبرها بتاعتي ولا أقول لإخواتي عليها هو متعيل حتى عليها انت عندي إخواتي قد إياه ست الكل عندي تلات ولاد أخوات سبيان وأنا بنت واحدة تلات أولاد وبنت أه طيب الفريزي فهو بيقول لي الزملك والبنيتك طيب الأرض طيب الأرض بيقول لي ليتي والبنيتك انت عايز الحلال وعايز الحرام مش كده أنا عايز الحلال عايز الحلال يعني الحلال هو والدك عايش معاك وانت بتنفيقي منه عليها وقال لك تونت ما احنا عايشين بنصرف من الفريزي دي مش كده مفيش أي مشاكل في كده ماشي؟ بعد عمر طويل بقى يا حبيبتي مجرد أبوكي ما يموت الفريزي بقت مش بتاعتك ولا بتاعت أبوكي بعد ما يموت الفريزي مش بتاعتك ولا بتاعت أبوكي بقت بتاعت بتاعت اخواتك التلاتة وانت عشان ده شرع ربنا مجرد الواحد ما يموت أولا هو عايز يوصيلك لكن انت بنته وارثة ومفيش وصية للوارث مفيش وصية للوارث إلا لو التلاتة التانيين اخواتك البقيت الوارثة كلهم قالوا أحنا وصيلك طب حنوصيلك بتلت الفلوس اللي معاك يعني انت معاك والدك ساب معاك ألف جنيه ومات مش كده؟ مثلا مثلا أو تلات تلاف جنيه ومات انت حتيجي لأخواتك تقولولهم ومن دلوقتي تقولولهم والدي واحد اتنين ثلاثة اربعة هو عايزي أنا حبقى مسمحك فيهم هو مسمحك بس اخواتك مش هيسمحوك ومجرد ما يموت بقى مجرد ما يموت انتهت مشكلته انتقل الأمر منه هو لأخواتك فانت اخواتك تقول لهم والله يا اخواتي أنا كنت شايل أبوك وكنت قاعدة معاه وحصل كذا وكذا وكذا وانا سألتي شيخ فقال أنا لي التلت في الحاجات دي لو انتم وفقين تلت المبلغ يعني لو تلت تلاف جنيه يبقى لك ألف فيهم لو هم اسمعيني مبلغ كبير يعني كما قد ايه تقريبا أربعين ألف أربعين ألف جنيه الأربعين ألف على التلاتة فيهم تقريبا تلتاشر وحاجة ماشي كده فقال لهم أنا لي التلت وصية لو انتم وفقين انتم التلاتة مش موافقين هم التلاتة يبقى انت الفلوس جي تقسم عليكم انتم واخواتك يبقى اخواتك اخواتك كل واحد كوم وانت ايه وانت كوم يعني انتم تلاتة لاربعين هيتعاملوا كام اتنين واثنين واثنين ماشي ادي ستة هيتعاملوا سبع كوان كل واحد هياخدكم اين وانت هتاخدكم عشان الحلال والحرام لكن هما ده شرع ربنا كده الولد الاتنين وانت لك واحد لكن انا في مشكلة الوقت والدك قال لك الفلوس دي بتاعتك مش كده اهو كأنه بوصيلك كأنه بوصيلك فاحنا عندنا في الشرع في الاسلام بقول لا وصية لوارث الا اذا اجازها باقي الورثة يعني اخواتك لو وفقوا كلهم على وصية ابوكي خلاص ابن وفقين طيب الوصية كام الوصية مزدش عن تلت المال ماشي كده عشان الحلال والحرام يا حبيبتي هو بقى بيقولي بيقولي للأب هو عين بيجيب سبع عطية يعني ده بردك زي ما حضرتك ما قلت بردك من فيش الوصية بتاعته اعتبرها وصية يا بنت فالوصية ما فيش وصية للوارث انت ورثة وليك نصيب فابوكي يبقى ملكيش وصية الا اذا اخواتك وفقوا ان اه يا بنت احنا موفقين ان ايه ان بابا يوصيلك بابا يوصيلك طب ان دبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه قال لنا الوصية في تلت مزدش عن تلت الترك اقل بس مزدش عن تلت الترك ماشي يا ست الكل يبقى اخر حاجة عندي اقولها لك ايه انت حتقولي لاخواتك بابا كان قال كذا 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 وانا سألت المشايخ فقالولي ان انا ليه التلت في الحاجات دي لو انت وفقته لو انت وفقته يبقى ان ليه التلت في الفلوس دي وبعدين البقى يتقسم علينا تاني لو انتوا موفقتوش يخواتي يبقى دي الفلوس بتاعت ابوكا ومتفضلوا قسموها الولدكمين وانا كوم وقووا ربنا يبارك في الحلال طبعا لان اتشار على الله لان ربنا في النهاية لما حدد للبنت كام وللود كام وللأب كام وللأم كام للأخ كام والأخ الشغيخ كام والأخ الأم كام في الآخر قال إيه معلش يسماعيل شكرا يا حبيب في الآخر قال إيه قال تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم التانية بقى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يتعد حدوده يعني إيه يعني يخالف في الشرع اللي ربنا قاله يخالف في المراث اللي ربنا قاله وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ها؟ أولئك يدخلوا فلهم ناراً ومن يعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ فلهم نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب مهين دي الآية اللي في آخر آيات الموريث في سورة النساء فإنت جدك الله خير وربنا يبارك في الحلال يا بنتي وابعيد عن الحرام لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا ويبارك لنا في أموالنا وفي أولادنا إنه على كل شيء قدير طيب نسمع شايماء من المنصورة السلام عليكم شايماء شدالي لو سمحت أدريك بقيت أنا والدي إحنا عندنا أرض ماشي والدي كل شواء بيبيع لأخيات كبير بيبيع لأخوك الكبير أه أخوك الكبير شغال إيه؟ شغال يعني على بطا الله بيدفع فلوس؟ أبوكي بيكتب له كده وخلاص صوري؟ لا مش بيكتب له هو بيبيع من نهب بيديله فلوس؟ لا بيبيع بيبيع الأرض بيقول له مثلا إيه؟ وحق الأرض استني يا سيدة الكل واحدة واحدة أخوكي اللي بيبيع الأرض ولا أبوكي بيبيع الأرض لأخوكي؟ أبوكي اللي بيبيع الأرض لأخوكي بيكتبها كده عقدي بإسم أخوكي؟ لكن سعى لا بيسم هو بيسم والد مش بيسم أخوكي يبقى بيبيعها إزاي بقى؟ بيبيعها بيبيع الفلوس كلها بيبيع الأخوكي يعني أبوكي بيبيع الأرض يريد الفلوس لأخوكي؟ أوه أوه يعني ما بيكتبش الأرض لأبوكي فهو إلتات كل اللي بيبيعن له من الأرض أخويا دا بياردو كل حاجة بيديدها لأخوكي دا فهو حلم حلمة أن أكتيس جاء تتبصر فهو دلوقتي خايف يعني تقول لأنا الظلم مثلاً ظلم كوه فهو عاوز يعرف حد حرام مثلاً ما ديع كل حاجة ويتها لأخويا وإحنا لأ لأنه هو مثل واحد هو اللي محتاج إحنا كمان محتاجين أنتوا متجاوزين ولا عادين مع أبوكي؟ كلنا متجاوزين كلكم متجاوزين أبوكي طبعاً هو حر في أرضه يعمل اللي يعملوا فيها في حياته لكن إنه يكتب الأرض لأخوكي يكتب هالو كده من وراك ومن غير أخوكي ما يدفع فلوس فيها ده ده ممنوع لكن بيبيع الأرض ويددها لأبوكي فأقولوله أنا سألت الشيخ والأرض طبعاً أنت حر فيها تتصرف زي ما تتصرف فيها لكن إحنا لدينا حق برضو في الأرض دي زي ما بتدى أخونا إدينا عشان إحنا برضو إيه؟ إحنا برضو محتاجين لكن حرام عليه؟ لا مش حرام عليه لأنه هو عشان عايش أخوكي بيشتغل في حاجة محتاجة لكن إنه يبيع الأرض ويكتب أو يدها بإسم أخوكي من غير ما أخوكي يتفعله فلوس عقدي سوري هو ده الممنوع وهو ده اللي بنوقفه في المحكمة يعني قضايا كتير جداً بنيجي بعد الأب ويمنموت بنجيب العقدي ده بنرفع عليه بالسورية الشهود اللي شاهدوا يقولك ده ما دفعش فلوس وده كان كحيان ما عندوش حاجة أن يشتغل الأرض دي فالقاضي بيوقف الحكم ده وبيعمل إن العقدي ده عقدي سوري وبيبطله لكن هو عايش بيد أخوكي يصرف بيدوله بقى كتير بيدوله قليل هو حر في حياته لكن إنتوا قلونه إن الكلام ده برضو يعتبر إيه زي ما بتدي أخونا الدين وبالود بالعقص وبالرحمة لكن ده مش مراس عشان يبقى حرام عليه ودي مش وصية برضو عشان مش أبقى حرام عليه دي يعتبر هدية أو عطية فمفوض برضو إن يتقل الله فيكو طالما أنتم محتاجين أو حتى لو مش محتاجين زي ما بيدل الواد يدل البنت فإنتوا بالرحة أقوليله إحنا برضو محتاجين شيء من الفلوس دي جزاك الله خير شكرا يا حبيبتي إحنا كده الاتصالات خادت الوقتين كله لسه كتير يا سيد والد آه ده إحنا خلصنا الوقت بسم الله بشاء الله على كل إن أيها الإخوة الكرام بعد لحظات ندخل في ليلة السابع والعشرين هذه الليلة علينا أن نجد وأن نجتهد نصل أرحامنا إن كنت مقاطع أمك أو أبوك أو أخوك أو أختك اتصل بهم الليلة وروح لهم اعمل خير تصدق اخرج زكاتك في هذه الليلة اخرج صدقاتك اقرأ قرآن كتير اذكر الله استغفر الله تب إلى الله عد إلى الله في هذه الليلة لعلها تكون ليلة العطق من النار لعلها تكون ليلة الغفران قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اسمع ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا برضوان والعتق من نيران وأن يوفقنا لقيام والعبادة في هذه الليلة المباركة إنه على كل شيء قدير اللهم إننا نسألك وأنت في عليائك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا اللهم إننا نسألك أن تتقبل منا إنك على ما تشاء قدير اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزملة مديدة ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام يا رب العالمين اللهم تقبل منا واقبلنا إنك على ما تشاء قدير جزاكم الله خيراً تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التواصل في الأمور والاعتدال ديننا 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 ديننا